بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لك كله خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا أو نصيبا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل القرآن الكريم أهلك وخاصتك يا رب العالمين وبعد أخذ الساقي الذي نجى من السجن والذي أول له يوسف رؤياه أخذ الإذن بالذهاب إلى يوسف وقابله في السجن فقال يوسف أيها الصديق هذا الناجي ارتكب مع يوسف خطيئة أن يوسف قال له اذكرني عند ربك فلم يتذكره إلا بعد سبع سنين كيف يريد أن يواجه يوسف يعني تصور أنت جنابك أنا قلت لك أمر خطير أنا محتاج إليه وأنت خذلتني ثم بعد سبع سنين تأتيني بحاجة تريد أن أخضيها لك كيف يكون شعورك لذلك قال له فورا يوسف أيها الصديق يا من لا تسيء إلى من أساء إليك يا من لا تعاقب من أخطأ بحقك فأثنى عليه من أجل أن يمهد أن اقبل حاجتي وقضي حاجتي ولا تعاتبني عما كان مني لذلك بدأ يوسف أيها الصديق والصديق مبالغ من الصادق وجاء في الحديث ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة إذن الصديق لا يقال لمن صدق مرة أو مرتين أو ثلاث انظر إلى الحديث ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق مرات وأيام وشهور وسنوات عندها ينال رتبة الصديق والعق الصحيح ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة فأنا لا أستطيع أن أقول لرجل كذاب إذا كذاب مرة أقول عنه كذاب كذاب مرة لكن كذاب حتى يكذب ويكذب 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 عندها يكتب عند الله كذاب فأستطيع أن أقول له أنت رجل كذاب أنت مش كذاب ما كذابت مرة كذاب تكذب كثيرا قال له يوسف أيها الصديق أفتنا بدون أي مقدمات دخل في الموضوع لم يقل له ما عليش نسيتك سبع سنين ما تواخذني هذا أمر لا يطلب منه أصلا الاعتذار لأنه أمر جلال أنت لم تنسه يوم أو يومين نسيته سبعة أيام وفي سبع سنين وفي هذه السبع سنين لم يكن في بيته بسبب نسيانك بقي وين طبعا بأمر الله لكن السبب المباشر هو أن نسيانك أنت لكن الرجل تجاوز ذلك والعجيب أن يوسف تجاوز ذلك يوسف لم يعاتبه لم يؤنبه لم يقل له والله لا أجيبك أنت أسأت إلي ولم تذكرني الآن عند حاجتك إلي تذكرتني لم يقل شيء من هذا يوسف بل إن العجيب أن يوسف عليه السلام لم يستغل حاجتهم إليه فيقول لا أجيبكم حتى تخرجوني من السجن مجرد ما سمع الرؤية بدأ بتعبيرها وتأويلها وتفسيرها مباشرة ولم يكتم العلم أبدا ولم يساوم على العلم هذا نهج الأنبياء ما بيستغلوا حاجة الناس إليهم فيساومونهم والله أنا لا أجيبكم حتى تخرجون علما أن يوسف أن الرسول الناجي لم يقل هذه رؤية الملك انتبهوا قال يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا نحن في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون هنا ربما تلمح هذه الكلمات إلى أنه قال أنها رؤية الملك وربما تلمح أنها رؤية رآها مجموعة من الناس لعلي أرجع إلى الناس الذين أرسلوني لعلهم يعلمون تأويلها ويعلمون قدرك يا يوسف ويعلمون أنك مظلوم فيخرجوك شوف كلمة لعلهم يعلمون جمعية يعلمون الرؤية ويعلمون قدرك ومكانتك وأنك تعلم تعبير الأحلام وتفسير الرؤى قال فورا مباشرة ولما فسر الرؤية سيدنا يوسف لم يفسرها تفسيرا نظريا بل ربط التفسير النظري بما يجب عمليا أن يفعلوه فقال تزرعون سبع سنين دأبا هو الأصل أن يقول له سيأتيكم سبع سنوات خصاب الأمطار تمام النيل مية المية الأراضي خصبة ثم بعدها سبع شداد فلذلك يجب أن تستعدوا فتزرعوا أعطاك من الآخر قال تزرعون سبع سنين دأبا قيل في تفسير ذلك عادت الفلاحين بشكل عام عندما لا يكون هناك ضرورة والأراضي الزراعية كبيرة وكثيرة جدا أنهم يزرعون النصف ويتركون النصف الآخر يزرعونه في العام القادم فقال تزرعون سبع سنين دأبا تزرعوا كل الأرض إياكم أن تتركوا منها شيئا بغير زراعة عمل متواصل في زراعة كل الأرض وليس نصفها تزرعون سبع سنين دأبا استغلوا هذه السنوات الخصبة اغتنموا هذه السنوات سنوات الخير فاستغلوها أحسن استغلال فما حفظتم فذروه في سنبله هذه معلومة إضافية ليس لها علاقة في الرؤية يعلمهم يوسف كيف يخذنون الحبوب بدون ما يكون في برادات كهرباء تلاجات جدعوها في سنبلها لأنها تعيش وقت أطول مما لو أخرجتموها من سنابلها قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ويقال في التفسير أن أول من بنى صوامع ضخمة لتخزين الحبوب هم المصريون في زمن يوسف في هذه السنوات السبع بنوا هذه الصوامع على قدر قوتهم وحسب علمهم ليس بالضرورة أن تكون كالصوامع التي نراها الآن أبراج سامقة شاهقة في العلو ضعوا فيها هذا المخزون وخذوا منه بقدر حاجتكم إلا قليلا مما تأكلون يعني بدكن تعملوا اقتصاد تقشف إياكم والتبذير إياكم والإصراف خذوا بقدر حاجتكم واستعملوه الاستعمال الأمثل أيام ما كانت الخمس عيشات بيجنيه تذكرون للأسف نحن كنا مصرفين أطفالنا يأكلون الصندويش دي يتركون عقبها هنا وهنا يرمونهم أليس هذا إصراف؟ الآن كثيرين منا في كباية الشاي اعتادوا دائما أن يتركوا الجزء الأخير أليس هذا إصراف؟ وقلوا واشربوا ولا تسرفوا الإصراف الإنفاق أكثر من الحاجة تحتاج إلى صندويشة أكلت صندويشتين رميت نصفها تدخل أحدنا إلى المطعم يطلب أكل كثير يأكل نصفه ويترك الباقي وإذا لم يكن بحاجة إليه يتركه ويمضي أصحاب المطعم ماذا يفعلون؟ إلى القمامة هذا الإصراف يتحمل وزره الذي طلب وأصحاب المطعم ولذلك ابتلان الله بوقتين أصبحت العيشة بخمسين جنيه أنتم تخيلين كم ضعف؟ كانت الخمسة عيشت بجنيه يعني كانت العيشة بخمس جنيه أصبحت العيشة الوحدة بخمسين جنيه الآن الواحد مننا يرى ولده ترك شيء من العيشة كلها خمسين جنيه ولد آه هلأ كلها ما هي عيشة نعمة من نعم الله لم تعرف قيمتها حتى صارت بخمسين جنيه ولما كان الخمسة بجنيه كنت ما تعرف قيمتها ما عايشة هذه نعمة من نعم الله رسول الله طلعا سلم وجد قطعة خبز فيقال أنه حملها ووضعها على عينه بعد أن نفخها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإنها إذا ذهبت قل ما تعود أكرموا مجاورة نعم الله هنا يوسف يعلمهم التخزين الصحيح والاقتصاد الأمثل في التقشف للمحافظة على النعم لأن أمامنا سبع سنوات شداد إلا قليلا مما تأكلون لا بد لنا أن نأكل لكن كلوا باقتصاد بتقشف بدون إصراف ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون عندكم سبع سنوات متواصلة أمطار غزيرة الأرض تخرج خيراتها وربنا يبارك فيما زرع وفيما حصد لكن بعد هذه السنوات السبع سوف تأتيكم سبع سنوات متتالية سبع شداد الأمطار قليلة النبات نظر يسير عندها ستحتاجون إلى ما زرعتم في هذه السنوات وإلى ما خزنتم في السنوات الماضية لعلكم تنجون تنجون بسبع مقابل سبع إن فعلتم ما أقول لكم إذن يوسف لم يفسر الرؤية تفسير نظري وقال لهم سبع سنوات خصبة بعدها سبع عجاف فتدبروا أمركم أبدا بل دلهم على الطريق الأمثل في تدبر إدارة هذه الأزمة هذا شيء زائد عن تفسير الرؤية هذا ليس تفسير فقط هذا تفسير ووضع خطة عملية لمواجهة ما سيأتينا من أيامين عصيبة ثم زادهم يوسف قبل أن نقول ماذا زادهم ربنا قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلنا السنوات تأكل هذا مجاز يعني سبع شداد تضطر أهلها الذين عاشوا فيها أن يأكلنا ما قدمتم لهم لكن اختصارا قال سبع شداد يأكلنا وهذا المجاز كثير في القرآن الكريم في سورة الكهف جدارا يريد أن ينقضه فأقامه الجدار له إرادة الجدار جماد يا أخي الجدار يريد أن ينقض يعني يصور الجدار كأنه شخص ويهم بالانقضاب على شيء أو الوقوع لكن هذا مجاز يعني جدار متداعي الأركان يوشك أن ينهدم فأقامه لكن أتى بها بصورة تعبيرية رائعة جدا تصوير تمثيلي جدار يريد أن ينقض فأقامه هذا مجاز وهنا أيضا مجاز يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل السنوات تأكل يعني يأكل أهلهم بسبب شدتهم ما قدمتهم لهن وبشرهم وسيزيد عندكم من المخذون شيء لا تضطرون لاستعماله يعني ما فعلتم في السبع السنوات الأولى سيكفيكم في السبع الآخرة إلا قليلا سيبقى قليل في المخاذن لا يستعمل إذا أحسنتم إدارة الأزمة أما إذا لم تحسنوا إدارة الأزمة ففي السبع السنوات الشداد ربما في أول سنة تستهلكون ما حصنتم في السبع الأولى وينتهي كل شيء بلا مجاعة قاتلة شوف سيدنا يوسف كيف أشار إليهم بهذه هذا تعبير رؤية هذا تعبير رؤية مع وضع خطة اقتصادية لأسوأ سنوات كانت ممكن أن تمر على مصر ثم بشرهم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون هذا العام لم يكن في الرؤية الملك قال سبع بقرات بسبع بقرات وسبع سنبلات بسبع سنبلات من أين جاء هذا الثامن؟ هذا الثامن من علم الغيب الذي اختص الله به بعض رسوله ومنهم يوسف فبشرهم أن بعد السبع العجاف سيأتي عام مع أن هذا العام لم يذكر في الرؤية أطلاقاً معناه هذا ليس رجل عادي هذا الذي يفسر هذا التفسير ليس رجل عادي إطلاقاً ثم يأتي من بعد ذلك عام ولذلك بعض الناس أخذوا أن السنة التي تكون جافة نقول عنها سنة والسنة التي يكون فيها أمطار نقول عنه عام الخصب يقال له عام طبعاً هذا على العام الأغلب أما هو يقال كده وكده لأن هنا قال تزرعون سبع سنين دأبة والسنين هنا كانت خصبة إذن يجوز هكذا وهكذا والأفضل أن تقول العام للخصب والسنة للجفاف أو السنة العادية ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس تنزل الأمطار والأرض تخرج خيراتها حتى أنكم تعصرون هلأ كلمة وفيه يعصرون إما أي يمطرون مطراً شديداً لأن الله قال وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة قال وإما أنهم لكثرة الخير يعصرون والفلاحين لا يلجأون إلى العصير إلا إذا زاد المحصول فأكلوا منه وخزنوا وقلبوا الفائض عصيراً يعني بشرهم أن العام الثامن بعد السبع سنوات العجاف سيأتي عام مذهل بخيره وبركته انتهت تفسير وانتهت وضع الخطة ووصلت إلى الملك فما إن سمع الملك هذا الكلام وقال الملك اتوني به هذا ما شخص عادي هذا ما تفسير للرؤية هذا وضع خطة لإدارة الدولة هذا إنسان مزجون العقول تكون في السجن وقال الملك اتوني به فوراً إيش الكلام الغريب إيش هذا الرجل العجيب إيش هذا الذي سجن ظلماً ثم يدلنا على ما ينجينا كأمة كان ينبغي لو كان يوسف ما صديق وما نبي وما إنسان محسن والله لن أقول لهم دعهم يموتون جوعاً الله لا يردون ظلموني ما قالها الله أكبر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجهنا يقول أعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك وصل من قطعك تكون مؤمناً كاملاً أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويوسف هنا هو في زروة هذه المقامات وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول الذي يبلغه الملك يريدك تفضل يا أخوانا أرجوكم دققوا في قضية إنسان مسجون يأتيه خبر من الملك يريد الملك لقاءه تفضل إلى قصر الملك والله المزيون العادي يموت من الفرح هو يموت من الفرح إذا قيل له أنت بريء اخرج اخرج إلى الشارع عد إلى بيتك فإذا قيل له الملك يريد لقاءك وأبشر فقد بلغه عنك كل خير لكن ردت يوسف كانت عجيبة جداً قال ارجع إلى ربك هنا كلمة ربك ليس لها أي تأويل إلا إلى سيدك الملك ما في تأويل تاني إطلاقاً إنه ربي أحسن مسواي قلنا إما أنه الله وإما أنه سيد أما هنا ارجع إلى ربك واضحة تماماً ارجع إلى ربك فاسأله يوسف دخل السجن من أجل أن تنسى قصة مراودة امرأة العزيز له والعزيز هو نائب الملك رئيس الوزراء المستشار سمه ما شئت يعني الملك التنفيذي والملك هو الذول الكبير المدير العام المدير التنفيذي طيب إذن دخل يوسف متهم في أعز ما يتهم به الإنسان الشريف في شرفه أنه خائن أراد الاعتداء على زوجة سيده الذي رباه وأكرمه وأحسن إليه يوسف الآن لا يريد أن يخرج من استجن حتى تتضح براءته ويعلن للناس أننا ظلمنا يوسف ودخل استجن مظلوماً وأنه بريء مما نصب إليه لذلك يوسف رفض الخروج واغتنم فرصة أن الملك هو الذي يعنى به شخصياً قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن علي طبعاً إن ربي يعني إن الله هنا أما ارجع إلى ربك يعني قطعاً هي سيدك وشوف على أدب سيدنا يوسف سيدنا يوسف علاقته الأساسية مع مين علاقته الأساسية مع امرأة العزيز هي اللي سببت له كل هذه البلاوية ما قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال تلك المرأة أتهمتني لا يريد أن يسيء إليها ولا أن يسيء إلى زوجها حفظاً لمعروفهم معه أكرمي مسواه الله أكبر شوها الأخلاق أولئك الذين هداهم الله فبهداهم قال ما بال النسوة لأنه فعلاً اشتركوا النسوة معها فهو إذا سأل النسوة سيصل إلى خبر امرأة العزيز لكن يوسف لا يريد أن يتهمها مباشرة ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن ما هنما قطعنا أيديهن إلا بدعوة امرأة العزيز وآتت كل واحدة منهن سكين فهو الملك والملك ملك إذا حقق يكون التحقيق دقيق سيصل إلى امرأة العزيز خلاص أنا دليته على الطريق إن ربي بكيدهن عليم الملك استغرب إنسان في السجن يدعوه الملك فلا يخرج معنات القضية خطيرة ففوراً أمر بتحقيق شامل وتولاه بنفسه قال الملك يعني جمع النسوة ما خطبكنا إذ روتتنا يوسف عن نفسه شو القصة اللي صارت من سبع سنين بينكم وبين يوسف قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء اطلاقاً لكنهم لم يجرؤنا أن يتهمنا امرأة العزيز قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء يوسف بريء بريء ونحن كنا له ظالمات هاي اعتراف مين النسوة فلما رأت امرأة العزيز وكانت من بينهن من بينهن من بينهن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر والتضح أنا روته عن نفسه أنا التي طلبت منه الفاحشة لكن قالتها بعبارة ملطفة وإنه لمن الصادقين لما قال هي رودتني عن نفسي إذن أكدت كلامه واعترفت بذنبها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين لم أخنه بالغيب ليوسف يعني الآن في الغيب أنا برأته وقيل لم أخنه لسيدها لزوجها أي أنا حاولت لكن لم تحدث الفاحشة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين والله أنا الذي خنت وليس يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم الأرجح أن هذا الكلام كله لمرأة العزيز وقيل أن آخر عبارة وما أبرئ نفسي لسيدنا يوسف ونتابع في المحاضرة القادمة وفي هذا القدر كفاية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة